فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية كان النصارى يستقبلون المشرق في صلواتهم لأن هذا مما دسه عليهم اليهودي بلس اليهودي بلس الذي ادعى اتباع المسيح ودس في دين النصارى التفليث ودس فيه عبادة الصليب ودس فيه توجه للمشرق فهذه القبلة ليست مشروعة من الله سبحانه وتعالى وإنما هذا من تغييرهم وأما اليهود فيستقبلون الصخرة استقبلون بيت المقدس استقبلون بيت المقدس وهذه كانت قبلة صحيحة في الأول قد استقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم في أول هجرته إلى المدينة استقبلها المسلمون وصلوا إلى بيت المقدس طاعة لله سبحانه وتعالى لكن كان في علم الله وفي حكمه وشرعه أن هذا الرسول يستقبل قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي الكعبة المشرفة فهي قبلة الجميع وكان اليهود يعلمون هذا يعلمون أن هذا الرسول سيستقبل قبلة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي الكعبة المشرفة شكرا